أعلنت وزارة الكهرباء ادخال محطات كهربائية جديدة للخدمة الشهر المقبل في محافظة البصرة من خلال ربطها بالمنظومة الوطنية وأكد أعلام الوزارة في بيان له اكتمال مشاريع محطة الرميلة الاستثمارية ونصب محطة ذاتية في محطة البصرة موضحا أن ذلك سيسهم في إحالي الاختناقات وتزويد الشبكة الوطنية ب250 ميجاواط وأضف البيان أن وفدا هندسيا وفنيا زار محافظة البصرة وطلع على احتياجات المحطات الانتاجية ومشاريع النقل ومنها محطة شط البصرة بقدرة 750 ميجاواط ومحطة النجيبية الغازية